في الوقت الذي اهبت فيه السفارة السعودية لدى اوكرانيا بجميع المواطنين تأجيل صفرهم الى اوكرانيا في الوقت الراهن وقالت الصفر على تويتر تهيب صفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين تأجيل صفرهم الى اوكرانيا في الوقت الراهن وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع الصفر يأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات المماثلة في سبيع اجلاء بعض دبلوماسيها وعوائلهم من اوكرانيا وحذرت مواطنها من الصفر اليها على خلفية المذاعم الغربية المتوصلة عن تخطيط روسيا لغزو اوكرانيا في هذا الوقت بالذات خرجت صحيفة عالمية لتخبرنا ان المملكة العربية السعودية سيكون لها دور حاسم جدا في حال اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا في المستقبل القريب قالت صحيفة الوراسيا تايمس بعد اتصال الرئيس الامريكي جو بايدن بالملك سلمان حفظه الله اذا قرر بوتين غزو اوكرانيا فان السعوديين هم الوحيدون الذين يمكنوا ان يساعدوا في تخفيف اسواق النفط غير المستقرة اصلا عن طريق ضخ المزيد من النفط الخامة كونهم اكبر مصدر للخام في مجموعة انتاج النفط في اوبك واكد البيت العبيض ان الزعيمين اكد كذلك التزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار امدادة الطاقة العالمية اي انه في حالة حدوط حرب بين روسيا واوكرانيا وما سيترتب عليها من تبعات وازمات دولية ستكون اسعار الطاقة وبدون شك هي اكثر المتضررين من هذه الحرب وبالتالي تعتمد الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية اعتمادا كاملا من اجل الحفاظ على اسعار مستقرة للنفط في العالم وبالتالي حسب الصحيفة تضر همية المملكة العربية السعودية في استقرار الامن العالمي خصوصا فيما يخص امدادة الطاقة العالمية كما اكدت الصحيفة على انه من ناحية اخرى وعلى الرغم من مساعها لاحياء الاتفاق النووي تقرر واشنطن تقرر واشنطن بالموقف العدواني للنظام في طهران لذلك بغض النظر عن الحزب السياسي في السلطة لا يمكن للولايات المتحدة ولن تعرض للخطر سلامة ومصالح حلفائها الرئيسيين في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والامارات حتى اسرائيل لا يمكن ان تنجح مثل هذه المواجهة الكبيرة بدون دولة مؤثر اساسا يمكنها حجد الدعم الاقليمي مثل المملكة العربية السعودية وبالتالي لا مجال لأي حرب في المستقبل ضد ايران دون ان تكون المملكة العربية السعودية في صف الامريكيين في الثالث من فبراير علنته وكانته التعاون الامن الدفاعي فيما يعني ان وزارة الخارجية وفقط على بيع عسكري خارجي محتمل في المملكة العربية السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 23.7 مليون دولار لنظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف هو ما سيساهم في تقوية انظمة الدفاع الجوية السعودية جاء في البيان ان البيع المقترح سيوفر للقوات المصلحة السعودية المعدة والتدريب المتابع اللاسم لحماية المملكة العربية السعودية والمنطقة من الاثار المزعزع للاستقرار للارهاب ومواجهة النفوذ الايراني والتهديدات الاخرى وان الصفقة ستدعم السياسة الخارجية الامريكية واهداف الامن القومي من خلال تحسين امن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة اساسية للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق العوساط وختمت الصحيفة بالقول على الرغم من المحاولات الديمقراطية لفتح فجوة بين الرياض وواشنطن لصالح دول اخرى فان ثقل السعودية السياسية والعسكرية والامن يحتم على بايدنا لابتعاد عن حزبه لحماية مصالح بلاده وحلفائها الرئيسيين وبغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها البيت العبيد تغيير سياسته الخارجية والابتعاد عن الشرق العوساط لا تزال هناك حاجة اقليمية ملحة لبناء تحالف قوي ذكنت الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن موقفها كموقعها كزعيم للعالم الحر ترجمة نانسي قنقر